اشتركوا في القناة اكيد معك رح نعلق على الهدف بداية ونرجع بعدين نحكي شوية تحليل عنه اللي شفنا بداية اللاعب السوري محمد المرمور بعد تمريرة زكية كتير داخل المنطقة بسجل أدف التقدم يعني مثل ما عبدالي الجهة اليمنى عن فريق صفا الجهة اليمنى اللي كنا عم نحكي عنا قبل الماتش بتقدم زين تحان هون عم نشوف زين تحان بالكرة العرضية اللي تسهل كتير كمان معه على البابا سمحت له ان يمرر لمحمد المرمور هون هل تدخل تهور جدا من الحارس لشي الفريقه من مال حطه بمال تاني بالماتش تقدم خلا يصير تعادل يمكن الحكم رأف فيه لانه عقبوا بالبنالتي هل تدخل التكجي عم بيسجل لدربة الجزاء بين الجهة؟ هون كلنا كنا مفكرين انه رايحين للتعادل نعم سو كمان خطأ جديد هلأ هنشوف بهذا القول غياب ليه ومعتز كليا عن مطرح ما لازم يكونوا ماركينو للكردي ومنشوف الزهير الايمن هوني كم غطى الوف سايد او اليونت كلها سواء مفروض تطلع مع بعضها او ما بيصير حدا يضل ورا على كل حال خطأ دفاع للانصار اثنين واحد عمر الكردي كنا نعمل نسجل هدف تقدم لصفر جديد مع نهية الشوت الاول من المباراة كوتشوي سام بتصور رح نجح ننتقل للملعب سريعا فرين صاروا جاهزين اكيد كنا بنحكي شوية امور تقنية عن الجيم هنرجع لقالك من بعد نهاية الجيم بالأسف بباشرة ننتقل لملعب مدينة كاميل شامعون الرياضية لمتابعة وقع الشوت تاني والتعليق الزميلين شرب الكريم وفارس كرام